ما تعريف الثقافة؟ للثقافة تعريفات كثيرة منها أنها ذلك الكل المركب من المعارف والأفكار والمهارات والعادات والتقاليد والاتجاهات وكذلك القيم والمعتقدات وطرق المعيشة ووسائل الإنتاج المدي أو أن الثقافة جميع أساليب الحياة التي نحياها بجانبيها المادي والمعنوي كما نستطيع أن نقول أيضا أن الثقافة هي ذلك الجزء من البيئة الذي صنعه الإنسان بنفسه وهذبه بخبرته وهذا يعني أن الثقافة نتاج المجتمع أو هي نتاج تفاعل أفراد هذا المجتمع مع بعضهم البعض أو مع البيئة المحيطة بهم وفي نفس الوقت نرى أن الثقافة نابعة من المجتمع وأيضا لكل مجتمع ثقافته الخاصة به ومن هنا فإن دور المنهج المدرسي أن يتركز في النقل الثقافي وتوضيحه لأبناء المجتمع